الله يبترسق لمن يشاء من أباده ويقدر له والله تبارك وتعالى يوسع لمن يشاء من أباده انتحانا ويضيق لمن يشاء من أباده ابتلاعا إن الله بكل شيء عليم يعلم محل الضفط والتضييق من أباده أقوام لا يصلحهم إلا الغناء ومنهم من لا يصلحهم إلا الفقر لا يستغنوا لا هلكوا والله يعلم محل كل شيء منهما الذي يصلحه الغناء يعطيه الغناء إذا أرد إصلاحه والذي يهلكه الفقر يصلحه الفقر يبتليه بالفقر ليصلحه إذا أرد إصلاحه وكل هذه امتحانات وابتلاءات المحبة هي المحنة المحبة إذا صدقت للعبد تأتي الملحة محنة ليس بينهما إلى تصف نقطة فقط المحبة نقطتها تحت والمحنة نقطتها فوق إذا صدقت المحبة وقعت الانتحان وكل محنة تحتها منحة بالتواضع العبد عند المحنة تأتي الملحة الإلهية يفسد الرزق لمن يشاء ويقدر إن الله بكل شيء عليم وإذا نظرت في الإنسان في ضرورة الإنسان واحتياجاته التي لا بدل كل إنسان منها تجد أن الغنية والفقرة السواوى الإنسان يحتاج للقمة ويحتاج لخرقة يواري بها سواته وتنفس في الهواء هذا يدفي كل إنسان الفقير ولو بلغ ما بلغ من الفقر لا بد له من لقمة ولا بد له من ثوب وارده جفده ولا بد أن يتنفس في الهواء لا يمنع هو أحد وانظر إلى أكبر الملوك لا يجد من مملكته إلا لقمة ولباسا وتنفسا في الهواء الفقر والغني على حد السواف هذا والإنسان يجمع المال ولا يجد ما يكفيه لو كان لابن آدم واديان من ذهب لابتغى إليهما ثالثا ورابعا وخامسا إله ولا يملأ جوف ابن آدم إلا التراب انظروا إذا أعطاه الله مالا كثيرا وجمع مالا كثيرا ماذا يكون يموت ويترك هذا المال بغيره أو يفتقر بعد أن كان غنيا إما أن يذهب المال وإما أن يذهب هو إذن أي شيء يساوي أن يعرض العبد عن خالقه وراجقه ومكرمه إذا أعطاه كرمتان أبديان شكرا شكرا